الأمور تشتعل في فريق باريس سانجرمان الفرنسي ماركو فراتي النجم الأرجنتيني ونجم باريس سانجرمان وصديق حكيمي في الفريق بيشعل الأمور ويكشف عن غضب أشرف حكيمي الكبير جدا ورغباتي في الرحيل في الصيف القادم بسبب أنانية ليونيل ميس وديميريا معه منذ بداية الموثم فما هي التفاصيل النارية التي فجرها ماركو فراتي في تصريحه لصحيفة توتوس بورتس الإيطالية سنتعرف علي من خلال هذه الحلقة ولكن في البدايات يا أحلى الناس ويعشاق النجوم المغاربة والمنتخب المغربي أهلا وسهلا بكم جميعا أيا كان وتتفرج علي من أي مكان في العالم الكلام اللي أنا قلته منذ فترة أن أشرف حكيمي لديه رغبة شديدة في الرحيل من باريس سانجرمان نتيجة الأنانية الكبيرة جدا من ميس وديميريا طوال المباريات السابقة مع الأسد المغربي حكيمي ستدفع حكيمي في نهاية الأمر إلى الرحيل الكلام ده أكده ماركو فراتي النجم الإيطالي لصحيفة توتوس بورتس الإيطالية وأشعل الأمور في باريس سانجرمان وأكد بأن أشرف حكيمي تحدث معه أكثر من مرة عن غضبه الشديد ورغبته الشديدة في الرحيل نتيجة الأنانية الكبيرة من الأرجنتينيين سواء ميس أو ديميريا معه في الفريق وده يأكد أيضا التقارير الفرنسية الموثقة اللي كانت طلعت خلال الأيام السابقة وأكدت هذا الأمر بأن حكيمي يعيش حالة من الغضب الشديد جدا داخل أسوار فريق باريس سانجرمان وأبلغ الإدارة بالرحيل نهاية الموسم كذلك ماركو فراتي تمنى بأن يتم حل كل المشاكل ما بين حكيمي وميس وديميريا في الفترة القادمة علشان يقدروا نفسه على دور الأبطال لأن من وجهة نظر فراتي بأن باريس سانجرمان هو أفضل الفرق الأوروبية من حيث الإسكواد قوائم اللاعبين فيمتلكون ميس واحد من أفضل اللاعبين في العالم وحكيمي وأفضل باكيمين في العالم بلا أي شك وبلا أي نقاش فتمنى فراتي أن تنحل كل المشاكل من أجل المنافسة بقوة على دور الأبطال لتشامبيونز ريج هذا الموسم في النهاية كان فيه أكتر من مقطع فيديو ظهر على وسائل التواصل الاتماع خلال الفترة الماضية تؤكد فعلا هذا الأمر أكتر من عشر قوار وعشر أهداف محققة حكيمي كان في وضع رائع جدا وميس وديميريا يرفضوا تمرير القرى لحكيمي لأن لو كانوا مرره له حكيمي كان هيوبة هو والمرمى لكن نعمل إيه على أنانية الأرجنطينيين يا سادة مع الأسد الأطلسي أشرف حكيمي